السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل بدون باسورد او لو نسينا النقش او نسينا الباسورد هنعمل ايها هنتكلم عن كل هزي التفاصيل ولكن قبل ما نبدأ الحلقة فضلا وليس امرا برجاء للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل لك كل ما هو جديد وحصري وما تنسيش اللايك لكي تدعم الفيديو واكيد رأيك في خانة الكومنتات يهميني جدا 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 اول حاجة لازم نجرب اكتر من النقش ولازم نجرب النقشات اللي احنا هنعملها دلوقتي على الموبايل قبل الطريقة بتاعتنا اول حاجة هنبدأ ندخل النقش ده كده زي ما احنا شايفين كده دي بعض النقشات المبدئية بتبقى للموبايلات لو نفعت ما فيش اي مشكلة لو ما نفعتش هنبدأ نعمل الطريقة بتاعتنا وندخل الاكوايل اول حاجة هنبدأ نعمل النقش ده كده غلط تمام ما فيش مشكلة هنبدأ نعمل النقش ده كده دي تاني نقشة موجودة معنا تالت حاجة هنبدأ نعمل النقش ده كده رابع حاجة هنبدأ نعمل النقش ده بالشكل ده كده من تحت هنا كده ما نفعوش هنبدأ نعمل الطريقة بتاعتنا اول حاجة هنخش على مكالمة الطوارق بالشكل ده كده وهنبدأ نكتب الكود اللي احنا جايين النهاردة علشان نعمله لبعض الموبايلات اول حاجة هنبدأ نخش على شباك واحد زيرو زيرو سبعة ستة اهم حاجة نركز وإحنا بنكتب الكود ومنكتبش كود او رقم مكان رقم علشان الموضوع يشتغل معانا عادي جدا ومبقاش فيه اي مشكلة والكود ده جماعة بيشتغل اوقات من اول مرة واوقات تانية من تاني مرة يعني لو ما اشتغلش معانا من اول مرة بنحاول نجرب مرة تانية ما فيش اي مشكلة معانا اهم حاجة ما ندخلش رقم مكان رقم زي ما احنا شايفين كده سبعة تمانية تسعة اربعة ستة واحد ونكتب برضو براحتنا خالص علشان ما نطلغبطش وبشكر كل الناس الجميلة اللي بتكتبلي كومنتات وانا بقرأ كل كومنتاتكم وبشكركم جدا 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 بعد كده هنبدأ نكتب اربعة ستة تسعة تمانية زي ما احنا شايفين كده اهم حاجة نكون كتبين الاكواد صح نجمة زيرو 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 اهم حاجة نكون كتبين الاكواد صح بنأكد اهم حاجة الاكواد تكون صحيحة شباك ستة ستة ولو تشاير الفيديو ده علشان الكل يستفيد ولو جت في يوم الايام نسيته فبالتالي بتبدأ تلاقيه موجود معاك عادي جدا اما حاجة تشاير الفيديو ده علشان الكل يستفيد لكل اصدقائك بقى لكل حبيبك كده علشان الكل يبقى عنده المعلومة دي اربعة خمسة وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتتك لان فعلا مفايتك كتير جدا 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 وفي فيديوهات في القناة هتستفيد منها بشكل كبير جدا بعد كده هنبدأ نشغل نتك على زرار الباور هتبدأ القيمة دي تظهر لنا والاكواد تكون موجودة زي ما هي موجودة كده ونبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل زي ما احنا شايفين كده بنبدأ نعمله اعادة تشغيل واثناء تشغيل الموبايل ما نلمسش التوتش ولا نلمس الزرار الجانبية سواء زرار الباور او الصوت نسيب الموبايل يشتغل معنا عادي جدا زي ما احنا شايفين كده والطريقة دي يا جماعة لبعض انواع الموبايلات مش الموبايلات كلها بأكد الطريقة دي لبعض انواع الموبايلات مش الموبايلات كلها ولو اول مرة تشوفني خش تشوف الفيديوهات اللي فيتاك لان فعلا فيتك كتير جدا ولو الكود ده ما زابطش مع نوع الموبايل بتاعك او ما نسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك في خانة الكومنتات تحت وان شاء الله اول ما الكود بتاعه يظهر هعمل عنه فيديو بس ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو حصري هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده وهي ادخال الرمز المبدئي لأي موبايل ده رمز مبدئي برضو لبعض انواع الموبايلات بنبدأ ندخله في الموبايل بعد ما كتبنا الكود بيبدأ الموبايل يفتح معانا عادي جدا 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 ده بيبقى غير الرمز اللي احنا كنا كاتبين وانسيناه ده بيبقى رمز مبدئي للموبايل اما حاجة ما تنساش تشارك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري وما تنساش اللايك سلام